أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة مصر الرقمية بشكل رسمي وذلك إيمانا بأهمية بناء دولة رقمية عصرية حديثة وحرصا على تيسير إتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة فئات الشعب المصري وضمن فعاليات افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية أكد رئيس السيسي أن الدولة لديها استعداد لتوفير 12 مليار جنيه للصرف على تعليم 100 ألف دارس لديهم مقاومات كبيرة وحول مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة أكد رئيس السيسي أن المراكز الرقمية التي تم إنشاؤها محصنة ولا يمكن اختراقها وأضاف أن تكلفة إنشاء المراكز الرقمية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية تخطط المئة مليار جنيه يبدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء مناسك الحج بالتوجه إلى مشعر منا لقضاء يوم التروية وأعلنت السلطات بالمملكة العربية السعودية اكتمال كافة الاستعدادات بمشعر منا لاستقبال مليون حاج لقضاء يوم التروية ويبيت ضيوف الرحمن في مشعر منا قبل التوجه إلى مشعر عرفات غدا لأداء الركن الأعظم في الحج بالوقوف على جبل عرفات أقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزير الإسكان والشؤون الأقليات ماكيل جوف من منصبه هذا فيما تنح النائب عن حزب المحافظين سيمون هارت عن منصبه كوزير للدولة لشؤون ويلز لينضم بذلك إلى مجموعة من الاستقلالات احتجاجا على طريقة إدارة رئيس الوزراء البريطاني للبلاد دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بوغن أطغاف المعارضة إلى بناء حلول توفقية وخلال عضها البرنامج السياسي للحكومة أمام البرلمان قالت بوغن أنها لن تتنصل من التحديات أو المناقشات مشيرة إلى أنها تسعى لهدف واحد فقط هو البناء من أجل الدولة الفرنسية قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جوجيفا إن توقعات الاقتصاد العالمي سأت كثيرا منذ إبريل الماضي مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة وأوضحت أن الصندوق سيخفض خلال الأسبوع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6% من الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية وأشارت كريستالينا جوجيفا إلى أن التوقعات تشير إلى انتشار أكبر للتدخم على مستوى العالم وزيادة في أسعار الفائدة وطباطئ النمو الاقتصادي في الصين والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية السماحة للصيادلة بوصف الدواء الذي تنتجه شركة فايزر في شكل حبوب لعلاج كورونا للمرضى المؤهلين لذلك بهدف المساعدة في تسهيل الوصول إلى العلاق هذا ونال عقارو باكسولفيد المضاد للفيروس الموافقة على استخدامه وهو متاح مجانا في الولايات المتحدة منذ ديسمبر الماضي وقالت مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الأغذية والعقاقير باتريتشا كافتزوني إن عقارو باكسولفيد يجب تناوله في خدون خمسة أيام من بدء الأعراض مشيرة إلى أن سمح للصيادلة بوصفه يمكن أن يوسع نتاقى وصول العلاق في الوقت المناسب لبعض المرضى حذر مدير الشرطة الفيدرالية الأمريكية FBI وجهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية MI5 من تزايد أنشطة التجسس التجاري الصيني في الغرب وخلال مؤتمر علني بمقر الاستخبارات البريطانية في لندن قال المدير العام لجهاز MI5 كين ماكلوم ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية كريس ري إن خطر التجسس الصيني يتزايد ولفت ماكلوم إلى أن الاستخبارات الداخلية البريطانية وسعت كثيرا نتاقى عملياتها المتعلقة بمكافحة أنشطة التجسس الصينية وختاما احتلت مصر المركز السادس في ترتيب العام لدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في الجزائر في الفترة من 25 من يونيو وحتى 6 من يوليو الجاري وحصلت البعتة المصرية على 51 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 13 ذهبية و15 فضية بالإضافة إلى 23 بورنزية بينما احتلت إيطاليا المركز الأولى في ترتيب الدول برصيد 159 ميدالية هذا ومن المقرر أن تعود البعتة المصرية إلى القاهرة ظهر اليوم ختم موجز الثامنة عودا لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل